القوات العراقية تغتحي محي الشفاء في الساحل الأيمن للموصل قوات سوريا الديمقراطية تحرر مبنى كلية العلوم شرق الرقة وقتل ورهاء في هجوم إرهابي على مطعم في مقديشو في الصومان أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من تطورات الشأن العراقي إذ حررت القوات الأمنية العراقية الجزء الشمالي لحي الزنجيل في الساحل الأيمن لمدينة الموصل وأعلنت خلية الإعلام الحربي اقتحام حي الشفاء غربي المدينة وقالت قيادة عمليات قادمون يانينوى في بيان لها إن قطاعات الشرطة الاتحادية اقتحمت حي الشفاء في الساحل الأيمن من مدينة الموصل وبذلك تم تحرير حي الزنجيل بالكامل من قبل الجيش العراقي والشرطة الاتحادية إلى ذلك أفادت مصادر أمنية عراقية أن القوات العراقية صدت هجمات متفرقة شنها تنظيم داعش على مناطق متفرقة في الساحل الأيمن من مدينة الموصل وقالت المصادر إن قوات الشرطة الاتحادية اشتبكت مع مسلحي داعش الذين تسللوا إلى منطقة الدندان جنوبي الموصل وقامت بقتل تسعة أفراد من داعش بينهم انتحاريون وأضافت أن مروحيات عراقية قصفت جامع الدندان جنوب مدينة الموصل الذي أطلق منه داعش تكبيرات معلنا بدء الهجوم على الحي إلى ذلك قال رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي إن معركة الشطر الأيمن لمدينة الموصل لم يتبقى منها سوى أحياء في منطقة الشفاء آخر الأحياء غير المخررة تماما من احتلال داعش مضيفا في لقاء مع أخبار الآن أنه يتوقع يتم إعلان النصر النهائي في الموصل منتصف الأسبوع المقبل يعني معركة الضفة اليمنى ومدينة الموصل لم تبقى إلا مناطق أحياء من منطقة الشفاء تحديدا هي آخر مدينة أو آخر حي موجود في الموصل بعد أن تم تحيير حي الزنجيلي وهذا الحي الاستراتيجي المهم الذي كان يتمسك بي داعش بكثرة الآن ما تبقى وفق المعلومات الاستخباراتية فقط مقاتلين أجانب يقاتلون في منطقة الشفاء للضم ثلاثة مناطق حيوية الأولى منارة الحدبة اثنين جامع النوري الذي ألقى المجرم البغدادي خطابه من عنده وهناك المستشفى العام وهذا المستشفى وفق المعلومات الاستخباراتية محصن بملغم بالكامل ومحصن بفوق أسترتي بأكثر من 50 إلى 60 من القناصين تكتيك المعارك تغير في معارك حي 17 تموز و30 تموز والزنجيلي والشفاء الشوارع ضيقة لا تسمح بمور العجلات المسرفة والمدولبة وبالتالي يحتاجون إلى ضربات جوية مركزة يحتاجون إلى مهارة من القناصين وإلى عملية توغل من قبل المشاة الراجل لذلك هذا الأمر تم استخدامه مع فتح منافذ لإخراج المدنيين نجحة القوات الأمنية بهذا التكتيك بتحيير الأحياء الثلاثة ولم يبقى إلا حي الشفاء نتوقع يعني في منتصف الأسبوع القادم سيكون هناك بيان نهائي بإعلان النصر في مدينة المصر إلى سوريا حيث يدافع تنظيم داعش بشراسة عن مواقعه في أحد الأحياء المحاذية للمدينة القديمة في الرقة أمام تقدم قوات سوريا الديمقراطية الهادف إلى طرده من معقله الأبرز في البلاد ومنذ أسبوع تخوض قوات سوريا الديمقراطية بدعم من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن معارك داخل الرقة تزامنا مع إعلانها المعركة الكبرى لتحرير المدينة تفاصيل أوفى مشاهدين عن آخر تطورات تلك المعركة نتابعها في سياق التقرير التالي حرب ضروس تخوضها قوات سوريا الديمقراطية ضد تنظيم داعش في مدينة الرقة الشمال السورية ضمن المرحلة الخامسة من عملية غضب الفرات الرمية إلى طرد تنظيم داعش من معقله في شمال البلاد وعلى مدار إسبوع بسطت قوات سوريا الديمقراطية نفوذها على مبنى كلية العلوم التابعة لجامعة الفرات وسيطرت على حي المشلب في الجهة الشرقية وحي الرومانية في الجهة الغربية وتقف الآن على مشارف حي الصناعة المحاذي للمدينة القديمة حيث يتمركز مسلحو التنظيم بكثافة وما يزيد المعركة صعوبة لجوء التنظيم إلى السيارات المفخخة كعادته حين تتوالى خسائره وزرعه للألغام ونشره القناصة على أسطح المنازل محاولا بذلك إعاقة تقدم قوات سوريا الديمقراطية المرصد السوري لحقوق الإنسان أوضح أن حي الصناعة لا يزال غير آمن بالكامل إثر الهجمات المتكررة التي يشنها أفراد التنظيم مشيرا إلى أن السيطرة على الحي ستمكن قوات سوريا الديمقراطية من الولوج إلى وسط المدينة القديمة حيث المعركة الحقيقية على حد وصفه وتعد أحياء وسط المدينة الأكثر كثافة بالسكان مما يعقد من سير العمليات العسكرية لسيما أن التظيم يعمد إلى استخدام المدنيين دروعا بشرية وفقا لشهادات أشخاص فروا من مناطق احتلاله تحاول قوات الأسد صد تقدم قوات المعارضة السورية في درعا ومنعها من السيطرة على حي المنشية الاستراتيجي في درعا البلد وكانت قوات المعارضة حققت تقدما كبيرا في معركة الموت ولا المذلة كما كبدت قوات الأسد والميليشيات الداعمة له خسائر كبيرة تفاصيل المعارك في درعا مع الزميل يمان شواف معركة الموت ولا المذلة التي أعلنت عنها فصائل المعارضة السورية المسلحة منذ ثلاثة أشهر في درعا البلد تمكنت من خلالها المعارضة في السيطرة على 85% من حي المنشية الاستراتيجي الذي يطل على جمرك درعا القديم هذا الجمرك كان يستخدمه نظام الأسد سابقا وكان يسعى نظام الأسد والميليشيات الموالية له في الوصول إلى هذا المعبر طبعا هنا خريطة درعا البلد طبعا هذا حي المنشية حيث تدور الاشتباكات طبعا تكمن أهمية هذا الحي حي المنشية أيضا بأنه يطل على مواقع عسكرية لقوات النظام في السحاري ودرع المحطة وإذا تمكنت المعارضة من السيطرة عليه بشكل كامل طبعا هذه المنطقة الحمراء هي المنطقة التي يسيطر عليها النظام فيما لو نجحت المعارضة السورية في السيطرة على هذه المنطقة على الحي بشكل كامل هذا يعني أن أحلام النظام ستنقطع نهائيا بفتح معابر حدودية بالإضافة إلى دخول أهداف جديدة لنيران المعارضة على حساب طبعا قوات نظام الأسد استقطب نظام الأسد تعزيزات كبيرة من العاصمة دمشق وكذلك تعزيزات لفصائل طائفية مثل حزب الله اللبناني وفيلق القدس ولواء الفاطميون الذين طبعا تديرهم إيران في سوريا كل هذه التعزيزات أتت لمساعدة النظام في المعركة في حي المنشية وأيضا لفتح معركة بهدف استعادة ما خسرته قوات النظام ضمن معركة الموت ولا المذلة ولكن كل محاولات نظام الأسد والفصائل الطائفية التي تسانده فشلت في التقدم في حي المنشية وتكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد هذا الأمر طبعا دفع قوات النظام إلى فتح جبهة مختلفة من جهة مخيم درعة هذه الجبهة هنا من مخيم درعة حاول النظام تخفيف الجبهة عن حي المنشية بفتح جبهة هنا في مخيم درعة المطل على حي طريق السد وأيضا فشلت محاولاته وخسر عدد من العناصر والآليات وما يزال يحاول التقدم في مخيم درعة طبعا في هذه المنطقة التي تظهر هنا الجدير بالذكر أن قوات الأسد منذ بداية الشهر الحالي سعدت في كثير من العمليات الجوية والغارات على درعة بمعدل خمسين غارة جوية يوميا وعشرين برميلا متفجرا وثمانين صاروخ فيل وقصف عشوائي بالمدفعية طبعا كل هذا الأمر لم يعطي الأولوية لنظام في التقدم سواء كما ذكرنا في حي المنشية أو في مخيم درعة البلد هذه المحاولات العبثية من النظام والقصف العنيف الذي يستخدمه النظام يهدف منه في استعادة هذه المنطقة الاستراتيجية لكي يصل إلى المعبر الحدودي مع الأردن صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة لصالح قانون يمنع الرئيس دونالد ترامب من تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا كما سيتم بمجب هذا التعديل القانوني فرض عقوبات جديدة على روسيا لتدخلها المزعوم في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الولايات المتحدة السنة الماضية كما من المتوقع أن تتم معاقبة روسيا إزاء قضايا أخرى من بينها ضم جزيرة القرم وتقديم الدعم لنظام الأسد في سوريا أحييكم من جديد عد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة ادعاءات قطر بالحصار والتجويع بأنها بطيلة وغير صحيحة وفي تغريدات على موقع تويتر قال الوزير أن الإجراءات التي اتخذتها بلاده هي خطوات سيادية لحماية أمنها وسلامتها مع مراعاة العلاقات الأسرية بين الشعب الواحد وضف الشيخ خالد بن أحمد أن العلاقات الأسرية والامتدادات القبلية هي الأساس الراسخ لرسم علاقات الدول بجوارها والعالم وليس ما وصفها بالعلاقات الطارئة طالبت منظمات عربية ودولية الأمم المتحدة بإدانة إرهاب النظام الإيراني وفي رسالة تسلمها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت منظمات المجتمع المدني إلى التصدي للإرهاب الصادر والممول من النظام الإيراني للعالم وكذا البيان أن إيران تخالف القوانين والاتفاقات والمعاهدات الدولية وأنها تعد دولة الأولى الراعية والداعمة للإرهاب في العالم أجمع إذ أسست كثير من المنظمات الإرهابية في الداخل والخارج كالحرس الثوري وحزب الله اللبناني والحوثيين وقالت المنظمات الحقوقية العربية والدولية إن إيران دعمت وتواطأت مع منظمات إرهابية أخرى كالقاعدة وداعش تعرضت سفينة إماراتية لهجوم بصاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي لدى خروجها من ميناء المخى اليمني وقال تحالف دعم الشرعية في بيان له إن أحد أفراد طاقم السفينة أصيب بجروح بينما لم يسفر الهجوم عن أضرار في السفينة وأكد البيان أنه تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة وتعقب منفذيه منذ بداية تعرض تونس إلى الهجمات الإرهابية بدأت معها القوات الأمنية التونسية والجيش في العمل على تطغير البلاد من هذه الجماعات الإرهابية التي اتخذت من الجبال معسكرات تدريبية ومنصة لهجماتها الإرهابية لكن هذا لم يدم طويلاً ليصل الدعم الكامل إلى الجيش التونسي بمختلف أنواعه بالإضافة إلى تسارع التنسيق الأمني بين تونس والجزائر في مد يد العون لتتكثف الأياد وتتضافر الجهود من أجل محاربة شبح الإرهاب يريدون أن يبعثوا ثلاثة إمارات في تونس في الآخر اقتصروا على أن يبعثوا إمارة في الجنوب ولكن لم ينجحوا في ذلك لأن سرعان ما سيطر الجيش والأمن على الوضع وخاصة أن الأمن قام بعمليات استخباراتية كبيرة وعمليات استباقية وبفضل ما قام من إيقاف بعض هذه العناصر تحصل على العديد من المعلومات حول الإرهابيين الذين يتحركون في الجبال وفي المدن وكذلك التنسيق في الميدان المخابرات مع أدول الصديقة وخاصة تخص بالذكر الجزائر كان تنسيق كبير إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا موجود تنسيق كبير في هذا الميدان وخاصة أن الإرهابيين في الجبال جبال الغرب التونسي يتنقلون بين التراب التونسي والتراب الجزائر أعلنت شرطة الصومالية يوم أمس ارتفاع حصيلة الضحايا في هجوم على مطعم في العاصمة مقاديشو إلى 18 قتيل فيما جرى احتجاز 32 شخصا على الأقل داخل فندق مجاور وذلك في هجوم نفذته مجموعة مسلحة بحسب ما أعلن متحدث باسم الحكومة الصومالية وقال المتحدث باسم وزارة الأمن إن الهجوم بدأ عندما فجر انتحاري سيارته المفخخة واستهدف مطعمين متجاورين مضيفا أن العملية انتهت وقتل المهاجمون بأياد قوات الأمن في حين أعلنت جماعة الشباب المتطرفة المسؤولية عنه إلى أمريكا حيث قتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون في إطلاق نار في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا ونقلت وسائل علام أمريكية عن شرطة المدينة قولها إن رجال الأمن أطلقوا النار على منفذ الهجوم ما أسفر عن إصابته مضيفا أن الهجوم وقع بالقرب من موقع لشركة UPS للبريد السريع في المدينة وقالت المصادر إن مطلق النار هو أحد موظفي الشركة نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير للطلاب العرب أول جامعة تركية تدرس اللغة العربية أحييكم من جديد مشاهدين ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية هذا اليوم تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة الإمارات اليوم التي نطالع منها اكتشاف آثار فرعونية في السعودية أعلن في السعودية عن اكتشاف نادر وغير متوقع لأثار فرعونية في الجزيرة العربية تعود للقرن الثاني عشر قبل الميلاد تقول الهيئة العامة للسياحة والأثار إن هذا الاكتشاف يمثل في ظهور أول نقش هيروغليفي في الجزيرة العربية على صخرة ثابتة بالقرب من وحة تيماء يحمل توقيعا ملكيا للملك رامسيس الثالث أحد ملوك مصر الفرعونية إلى صحيفة الرياضة السعودية مشاهدين التي اخترنا منها لكم زوجة ترفع قضية خلع بسبب ثمنة زوجها أقدمت زوجة مصرية على رفع دعوة خلع ضد زوجها بسبب زيادة الوزن ورفضه التام للخضوع لأي برنامج إنقاص وزن فضلا عن اهتمامه الزائد بالطعام ولم يعد يهتم بعمله وقالت الزوجة في دعواها إن زوجها عندما تقدم إليها منذ ثلاث سنوات كان شخصا أنيقا ولكن سرعان ما تغير إلى صحيفة الغد الأردنية مشاهدين والتي جاء فيها الصين ستبدأ بزراعة البطاطا على سطح القمر العام المقبل يعتزم رواد فضاء صينيون تجربة زراعة البطاطا على سطح القمر خلال رحلة مركبة الفضاء الصينية شينك فور المقرر لها الهبوط في الجانب الخلفي من القمر العام المقبل وفي حال نجاح المشروع من المتوقع استخدامه مستقبلا في المستعمرات البشرية المخطة تأسيسها في كوكب المريخ صحيفة النهار اللبنانية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم عيد ميلاد مذهل لقطة أقامت أسرة في ولاية نورث كارولينا الأمريكية حفل عيد ميلاد مذهل لقطة بعد أن أتمت الخمسة عشر عاما من عمرها فقد رأت الأسرة أنه لا بد من إقامة حفل تكريم للقطة لونة في أمريكا اللاتينية عند بلوغ الفتاة سن الخمسة عشرة سنة وترتدي خلاله زي الملكة وبالرغم من أن المنظمة الدولية لرعاية القطة تعد أن سن الخمسة عشر للقطة هو السن الشيخوخة إلى أن أفراد الأسرة أكدوا أنهم سيستعدون من الآن للاحتفال بعيد ميلاد لونة المقبل ختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية ودجاج حبش بحجم الكنجر كشف علماء إحاثة من نوع غير معروف حتى الآن من دجاج الحبش الكبير بحجم حيوانات الكنجر يعيش في السابق فيما بات اليوم يعرف باستراليا وقد سمح تحليل العظم والمتحجرات المتأتية من عدة مواقع في البلاد بتحديد خمسة أنواع إضافية من الطيور اندثرت كلها وفق الباحثين الأستراليين دعوني إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا جامعة ماردين أرتقلو هي أول جامعة تركية حكومية تدرس السوريين والعرب بلغتهم الأم وذلك بعد افتتاحها لعدة أقسام باللغة العربية الأمر الذي سيساعد طلاب العرب في الحصول على شهادة تعليم جامعي معترف بها مرسل ناعمة جرغس والتفاصيل صعودا بين الجبال نصل إلى ماردين هذه المدينة التركية الضاربة في عمق التاريخ والتي ينطق لسانها بلغات أربعة هي لغات المكونات التي تسكنها وتميزها عن باقي المدن التركية ينعكس التنوع العرقي في هذه المدينة على مناهج جامعة ماردين أرتقلو الجامعة الوحيدة في المدينة التي تتوزع مباني كلياتها بين الطبيعة والتاريخ لتذكير الطلبة بأهمية تحصيلهم العلمي في أرويقتها والتي أدخلت رئاستها مؤخرا اللغة العربية كبرنامج مستقل إلى الجامعة لأنها هي أقرب مدينة محافظة إلى بلاد العربية هي ماردين وجامعة ماردين لها إمكانيات أن تدرس باللغة العربية في بعض الأقسام ومن هذا السبب نحن انطلقنا وقررنا خاصة بعد مهاجرة السوريين إلى البلاد فرأينا بحاجة أن نقوم لهم بتأسيس جامعات هؤلاء الطلاب معظمهم سوريون يلسون الامتحان نهاية السنة في قسم العلوم السياسية الذي افتتح إلى جانب أقسام التاريخ وإدارة الأعمال وعلم الاجتماع باللغة العربية وذلك بعد موجة تدفق اللاجئين السوريين إلى المدينة هي بصراحة استجابة عملية لمشكلة التعليم الجامعي لطلاب المنقطعين عن الجامعة أو اللي ما قدروا يدخلوا الجامعات التركية بسبب حاجز اللغة اللغة التركية الأكاديمية اللي تاخد زمن اللي تاخد وقت كتير من الطالب السوري لحتى يكمل دراسته علاوة على الرسم السنوي البسيط الذي يدفعه الطالب فإن الجامعة أتاحت التعليم الحكومي للطلبة الذي يحظى بالاعتراف الكامل ليبتعد بذلك عن عشرات الجامعات الخاصة التي لا يمكنهم تقدير حجم مصداقيتها التخوف الأساسي الذي كان يعاني منه الطالب السوري في الخمس سنوات الماضية أنه وجد عديد من الجامعات الخاصة التي ليس لها أي اعتراف لا في منظمة اليونسكو ولا في الدول الأخرى فكانت هذه الجامعة جامعة حكومية تركية هي الضامل الأساسي للطلاب العرب شهادة معترف عليها دوليا تتيح للطالب أن يتابع دراساته العليا وتقدم الجامعة خدمات كثيرة للطلاب فالسكن الجامعي بأقل من خمسين دولارا شهريا والوجبة الوحيدة للطالب يوميا بأقل من نصف دولار فيما يعد القسط السنوي حوالي مائة وخمسين دولارا كل ذلك جعل هذه الجامعة أحد أهم الحلول التعليمية أمام الطلبة السوريين المنقطعين عن تعليمهم منذ ستة أعوام وحتى اليوم عماد جرغس من مدينة ميردين جنوبية شرق تركيا شهر رمضان هو شهر مميز بكل ما فيه من طقوس وكل ما يتعلق بهذا الشهر الكريم يختلف عن أي شهر آخر ومن ضمن الأشياء التي يتميز بها شهر رمضان المشروبات الرمضانية التي يتناولها الكثيرين في هذا الشهر الفضيل ولهذا يجب أن نتعرف على أضرار ومنافع هذه المشروبات الرمضانية للصائم التفاصيل مع الزميلة مونة عواد معدة فقرة التغذية في أخبار الآن نتابع تعد المشروبات الرمضانية التي تقدم على موائد الإفطار من أساسيات الأغذية التي تمنح الجسم الشعور بالارتواء بعد العطش والتي تمد الجسم بالرطوبة والانتعاش وللأسف كثير من الناس يفطرون على مشروبات صناعية غنية بالسكريات والأسباق غير الصحية وبالتالي يعانون سوء الهضم مباشرة بعد تناولهم بعض الأطعمة وينصح خبراء التغذية الصائمين في رمضان بتناول السوائل والمشروبات الصحية مثل العصائر الطبيعية لنتعرف على أبرز المشروبات الرمضانية وفوائدها مع خبيرة التغذية والصحة لما أننا إلي نتابع مشروبات رمضان هي كثير صحية طبعا إذا تناولناها بكمية معتدلة ما بلغنا فيها وما ضفنا كمية كبيرة من السكر وصنعناها بالمنزل أكيد مشروبات رمضان مثل أمر الدين التمر هندي كثير بيعملوا صحة جيدة للجهاز الهضمي بيساعدوا على هضم جيد بيغذوا الدم لغيناهم بكثير من الفيتامينات والمعادن طبعا إضافة أنه إذا بالغنا بتناولهم ممكن يسببوا مشاكل صحية كما لهيك بنقول نحنا نتناول من شراب تمر الهندي وأمر الدين لكن من بالغ بتناولنا حسب طبعا إذا كنا حابين نخسر من وزننا أو نزيد وزننا إذا حابين نزيد وزننا هننا كثير صحيين مناسبين لزيادة الوزن بطريقة صحية لأنه غنيين بالفيتامينات والمعادن أما بالنسبة لعرق سوس مشروب العرق سوس مناسب جدا للأشخاص يلي عندهم ضغط شرياني منخفض ضغطهم الدم منخفض وبالتالي بيساعد على رفع معدل ضغط الدم وطبعا بيعملوا متوازن صحي أما الأشخاص يلي عندهم ضغط دم مرتفع ممنوع منعبات يتناولوا شراب العرق سوس لأنه ممكن يسبب لهم مشاكل صحية لا سمح الله بشهر رمضان نحنا بغينا عنا طبعا أنا أنصح بكسر الصيام الرمضاني بثلاث حبات من التمر مع كوب من الحليب أو اللبان بيكون أفضل الصحة طبعا بشهر رمضان الكريم لكن بعض الأشخاص طبعا بيكونوا عطشانين مشاوبين بدون ياخدوا شي بارد ما في مانع يتناولوا من ربع لنصف كوب من عصير رمضان لكن منزيد الكمية كرمال منزيد السعرات الحرارية ونطلع من شهر رمضان وزايد وزننا تذكر دائما غذائك حياتك بعد دراسات عديدة توصل علماء أخيرا إلى عقار جديد لعلاج هرمون نقص النمو عند الأطفال تفاصيل هذه الدراسة مع الزميلة عبير عبدالله المختصة بالملف الصحي من أخبار الآن نظمت إحدى شركات الأدوية مؤتمر صحفي للإعلان عن دواء جديد لعلاج نقص النمو لدى الأطفال من خلال طرح أول نسخة للعلاج تم تصنيعها بالتكنولوجيا الحيوية والتي تم اعتمادها من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية وهيئة الأدوية الأوروبية وقال الأطباء إن مرض نقص هرمون النمو عند الأطفال هو عدم قدرة الغدة النخامية على إنتاج ما يكفي من ذلك الهرمون حيث يعاني منه حوالي واحد بين كل سبعة آلاف مولود وأضافوا أنه من الممكن علاج مرض نقص هرمون النمو وعادة ما يتم شفاء الأطفال الذين يتم تشخيص حالتهم في وقت مبكر والأطفال الذين يعانون من خلل في هرمون النمو عادة ما يتم علاجهم بهرمون النمو حتى يصلوا إلى سن البلوغ ومع ذلك قد يستمر بعضهم في تناول علاج مدى الحياة وأن المرضى الذين يتم علاجهم بهرمون النمو يحتاجون إلى حقنة هرمون النمو يوميا تأخذ تحت الجلد ما يتطلب التزاما شديدا من جانب المريض أو من يرعاه صحيا جميع الدراسات أثبتت أن استخدام علاج هرمون النمو يوميا قبل النوم يعطي نتائج أفضل بكثيرا من أن يستخدم يوميا أو بعد يوم أو يستخدم في فترات متقطعة وقبل ختم النشر المشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من غنوين القوات العراقية تقتحي محي الشفاء في الساحل الأيمن للموصل قوات سوريا الديمقراطية تحرر مبنى كلية العلوم شرق الرقة وقتل ورهاء في هجوم إرهابي على مطعم في مقاديشو في الصومال بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع مشاهدين الكرام أعدو ألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء دائما كونوا معنا اشتركوا في القناة